أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنخصصها لتصحيح الجزء الأول من الامتحان الجريبي الخامس الخاص بمادتي التاريخ والجغرافيا للسنة أولى باكالوريا دورة 2022 بحول الله منصب الوضعية الاختبارية الأولى فهي مادة الجغرافية من خلال الاشتغال بالوثائق أمامكم مجموعة من الوثائق أربع وثائق المطلوب هو القراءة الجيدة والمتمعين لهذه الوثائق ثم الإجابة عن ما هو مطلوب إذن طبعا يمكن لكم أنكم توقفوا الفيديو لقراءة هذه الوثائق الأربع قراءة جيدة ومتمعينة ثم بعد ذلك قراءة ما هو مطلوب إذن المطلوب مننا في هذه الوضعية الاختبارية الأولى الإجابة عن الأسئلة الآتية إذن أولا أن نضع الوثائق في سياقها الجغرافي العام بمعنى تحديد الموضوع أو الظاهرة المدروسة في الوثائق يعني إذا رجعنا الوثيقة الأولى فهي تتناول تحديدا وضعية الموارد الغابوية أو الغطاء النباتي في المجال المغربي أما الوثيقة الثانية فهي تتناول وضعية الموارد الساحلية دائما في المجال المغربي بالمقابل فالوثيقتان الثالثة والرابعة فهي تتناول ظاهرة التصحر من حيث المظاهر والعوامل في العالم العربي إذن دائما السياق الجغرافي يكون واحدا بصرف النظر عن عدد الوثائق ما يفيد هذه الصغة وضعية الموارد الغابوية والساحلية بالمجال المغربي وظاهرة التصحر في العالم العربي وأن يكون السياق مركزا ما أمكن بالنسبة للسؤال الثاني إذن مطلوب منا هو التعريف الجغرافي لما تحت خط يتعلق الأمر طبعا بالمجال المغربي وكذلك التصحر إذن المجال المغربي المقصود به هو المجال الجيوسياسي يعني المجال الجغرافي وكذلك السياسي الذي يقع في أقصى شمال غرب القارة الإفريقية يطل شمالا على البحر الأبيض المتوسط ويشرف غربا على المحيط الأطلنطي طبعا ويتميز بتنوع معطياته الطبيعية وكذلك غنى موارده البشرية وكذلك غنى الثقافي والحضاري بالنسبة للتصحر فمعنى هو تدور الطاقة البيولوجية بمعنى الطاقة الإنتاجية للتربة سواء كانت أراضي زراعية أو رعوية أو غابات تحديدا في المناطق الجافة وشيب الجافة بفعل تدور عوامل طبيعية وأخرى بشرية بالنسبة للسؤال الثالث إذن المطلوب هو استثمار الوثائق الثلاث أو الأربع للإجابة عما هو مطلوب إذن أليف أن السخرج من الوثيقة الأولى خصائص الغابة المغربية بأ من الوثيقة الثانية عوامل تدهور السواحل المغربية إذن برجعنا للوثيقة الأولى فأهم ما يميز الغابة المغربية أولا على مستوى المساحة هي تغطي حوالي 9 ملايين هكتار أيضا تنوع في الأصناف تشمل مثلا الحلفاء وكذلك الصنط صحراوي وغير ذلك من الأصناف سواء الشجرية أو العشبية كذلك هذه الغابة هي تمثل موردا أساسيا بالنسبة للجماعات البشرية مجموعة من الجماعات البشرية أو العديد من الجماعات البشرية كذلك تتميز بضعف مرضوديتها وكذلك ضعف إنتاجيتها كما تتعرض طبعا للاستهلاك أو الاستغلال المفرط للاشتيثات وغير ذلك من أشكال الضغوط بالنسبة للموارد الساحلية فيمكن تفسير تظاهر الموارد الساحلية بالمجال المغربي تحديدا أولا بالاستغلال المفرط كذلك التلوث إضافة إلى إلقاء مواد ضارة في الوسط البحري كذلك اقتلاع مواد البناء من المنطقة الساحلية وكذلك إقامة جهيزات ساحلية غير ملائمة إذن فالجواب سيكون بهذه الكيفية أو بهذه الساحة أو ما يفيدها إذن الغابة المغربية هي تتميز بما يلي مجال غابوي فسح يغطي حوالي 9 ملايين هكتار تنوع أصناف الغابة المغربية كذلك تشكل موردا أساسيا للجماعات البشرية وتتعرض بالمقابل للسهلاك المفرط للاجتيثات وضعف المرضودية بالنسبة للتظاهر السواحل المغربية فيمكن أن نفسره بالاستغلال المفرط والتلوث كذلك إلقاء المواد الضارة في الوسط البحري اقتلاع مواد البناء وإقامة جهيزات ساحلية غير ملائمة بالنسبة للسؤال جيم إذن المطلوب مننا هو أن نستخرج مظاهر تصحر في العالم العربي وكذلك العون مفسرة للتصحر مع تصنيفها حسب طبيعاتي يعني تصنيف هذه العوامل إلى عوامل طبعا بشرية وأخرى طبيعية إذن برجعنا إلى الوثيقتين فالوثيقة الثالثة هي تشير إلى بعض مظاهر تصحر في العالم العربي والتي تتجلى خصوصا فأن ما يقارب أو ما يقارب ثلوة الأراضي المتصحرة في العالم هي تقع في المنطقة العربية كذلك نسبة الأراضي المتصحرة في العالم العربي هي تقارب 78 في المئة أي ما يعادل 11 مليون كيلومتر مربع إذن بما نفسر التصحر إذن هناك عوامل طبيعية ترتبط أساسا بوقوع معظم أراضي العالم العربي في النطق الصحراوي وشبه الصحراوي كذلك هناك عوامل أخرى بشرية ترتبط أساسا بالاستغلال المفرط للتربة أو للأرض الزراعية كذلك كاستنزاف الموارد المائية أيضا اتباع أساليب غير ملائمة في استغلال التربة كما يسمى بأسلوب الكثيف في الاستغلال وعدم اتباع أساليب تحافظ على جودة التربة مثل نظام إراحة الأرض وكذلك أسلوب التناوب الزراعي وعدم أو غياب يعني اتباع أسلوب السقي الموضعي خاصة تقنيات التنقيط التي تحافظ على المياه من جهة وتمنع غسيل التربة من جهة أخرى إذن الجواب سيكون بهذه الكيفية أو ما يفيدها إذن جيم من مظاير تصحر في العالم العربي تسع مساحة الأراضي المتصحرة تقارب تلوت الأراضي المتصحرة في العالم أكثر من 170% من الأراضي العربية هي متصحرة إذن يمكن تفسير ذلك بعوامل طبيعية كوقوع معظم أراضي الدول العربية في النطق الصحراوي وشبه الصحراوي وعوامل البشرية ترتبط بالضغط السكاني لإستغلال المفرد سنزاف الموارد المائية ثم عدم اتباع أسلوب التنوب الزراعي أو نظام إراحة الأرض وكذلك غياب أو ضعف استخدام تقنيات السقي الموضعي أو السقي بالتنقيط بالنسبة للسؤال الرابع والأخير إذا المطلوب منا واعتمادا على المكتسبات أي المعارف السابقة تحرير فقرة نبرز فيها جهود مكافحة التصحر في العالم العربي إذن هنا الإشارة إلى التدابير أو الإجراءات ذات طابعة تقنية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية وأيضا التشريع مع الربط بين الأفكار والمعطيات الجغرافية ذات الصلة إذن تبدو الدول العربية جهودا كبيرة لمكافحة التصحر من خلال تطبيق حزمة يعني مجموعة من التدابير سواء تقنية أو الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية هنا على المستوى التقني مثلا قيم بعملية التجار وكذلك الزراعة حسب خطوط التسوية وما يسمى بالزراعة الكونتورية أيضا إقامة حواجز ومصدات لتثبيت التربة ووقف زحف للتثبيت طبعا الرمال المتحركة وكذلك وقف زحف الرمال أيضا تبني مشروع الحزام الأخضر في منطقات شمال إفريقيا وكذلك منطقات المشرق العربي أيضا تدابير اقتصادية والاجتماع والتشريعية يعني قانونية تجلى أساسا في حماية أنظمة الإنتاج في المناطق المهددة بالتصحر أيضا الاهتمام الاجتماعية المصادقة الدول العربية على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وغيرها إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسن تتبعيكم وانتباهكم أتمنى تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الآن نفسه ونوفق في تبليغ مضامنا ونسر الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي تأسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوا في التعليقات حتى أتطلع عليها وأجيب عنها في حين بحول الله وألقاكم في حصة قادمة إن شاء الله ومع تصحيح الجزء الثاني من هذا الامتحان الجريبي فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته